موسيقى أمر الرئيس الروسي بلادمر بوتن بإدخال الفرقات الأدميرال لغارشكوف المزودة بصواريخ تسركن الفرط الصوتية للخدمة العسكرية ووصف بوتن إدخال الفرقات إلى الخدمة بالحدث الهام أشيرا إلى أن هذه الفرقات تحمل أسلحة قوية وستحمي روسيا من التهديدات الخارجية كما تعهد بوتن بمواصلة تطوير القدرات القتالية لبلاده وإنتاج أسلحة متطورة من جانبي أوضح وزير الدفاع الروسي سيرجيشويغ وأن الفرقات الأدميرال لغارشكوف ستبحر المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط فأكد وزير الدفاع الروسي أن الفرقات ستجري خلال إبحارها تدريبات باستخدام صواريخ تسركن الفرط الصوتية استبعد البيت الأبيض احتمالية أن تكون روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بحسنينية لتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع مطاق الأمم المتحدة والقانون الدولية وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جاربر أنه من الصعب التعامل بجدية مع فكرة أن روسيا مستعدة لديبلوماسية روايا الحسنة بينما تضاعف جهودها العسكرية في أوكرانيا مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستركز على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة وتعزيز موقف البلاد قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أنه يجب الاستمرار في إرسال الدعم العسكري لأوكرانيا وآضفت وزيرة الخارجية الألمانية أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هدفها تدمير كياب على حد قولها وشددت المسؤولة الألمانية على ضرورة الحفاظ على وحدات الدول الأوروبية قالت وزارة الدفاع الروسية أن 89 جنديا قتلوا في الهجوم الأوكراني على مكفيكا في مطلع الأسبوع وأرجعت وزارة الدفاع الروسية السبب الرئيسي للهجوم الأوكراني لاستخدام القوات الروسية للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به ما سهل عملية تتبع والاستهداف قصف متبادل في أوكرانيا مع تصاعد وطيرة تطورات الميدانية وتواصل العمليات العسكرية في مسعى من القوات الروسية لبسط السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية وضرب مواقع لتمركز قوات كييف فيما تحاول الأخيرة استعادة بعض الأراضي بدعم عسكري ولوجستي ومع ارتفاع حدة القصف العنيف بين الطرفين الروسي والأوكراني أعلن كييف حالة التأهب القوي في مقاطعات شيركاسكي ودينيبرو بتروفيسك وبلتوفا وخاركييف وزابوريجيا في وقت تواصل القوات الروسية تقدمها تدريجيا وتسيطر على زمام الأمور في خطوط المواجهة في لخانسيك ودونيتسيك تصاعد الهجوم الروسي جاء ردا على ضربة صاروخية أوكرانية برقمات هيماريس استهدافت مركزا للقوات الروسية في ماكيفجا شرق أوكرانيا مما أصفر عن مقتل عشرات القتلى من الجنود الروس وبحسب الجانب الأوكراني فإن القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية في منطقة بخموت وتحاول تحسين وضع التكتيكي باتجاه كوبيانيكس وليمان وأفديفيسك وفي خطوة انتقامية أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها شنت ردا على ذلك ضربات قوية على مركز للعتاد بالقرب من محطة سيكاك حديد دروزكافكا في دونيتسيك مما أصفر عن مقتل العشرات وتدمير أربع قازفات هيماريس وأكثر من سمانمائة صاروخ ضربات هي الأعنف منذ بداية عام 2023 فأين تتجه الأزمة الروسية الأوكرانية مع تفاقم الأوضاع؟ سيداريس 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 سيداريس